أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن تقديره للجهود البارزة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في كافة الأصعدة خصوصا في محاربة فيروس كورونا جاء ذلك خلال استقبال سموه الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير مكتب المنظمة في مملكة البحرين هل نأسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدكتورة تسنيم عطاطرة بمناسبة توليها المنصب متمنيا سموه لها دوام التوفيق ونجاح وبدل الجهود لمواصلة مواجهة جائحة فيروس كورونا والتغلب عليها بإذن الله مشيدا سموه بالدور الفاعل للمنظمة في هذا الجانب من جانبها قدمت الدكتورة تسنيم عطاطرة شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حسن الاستقبال ومؤكدة أنها حريصة على عكس الصورة المتطورة لمواجهة مملكة البحرين لفايروس كورونا والتي ضربت أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والتقدم على العديد من دول العالم ومتمنياتا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدحر والازدحر